بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحالة جديدة من برنامج التريند بالطبع خلاص خلال الساعات القليلة القادمة الكل بيستعد الانطلاق الجديدة لموسم جديد ببطولة الدور العام ضربة البداية هتكون يوم الجمعة لكن مباراة الأهلي هتكون مع المقصة إن شاء الله يوم الأحد القادم فبالتالي هنتابع المستكدات خلال المرحلة اللي جاية وهنشوف الجديد بالنسبة للنادي الأهلي ومشواره المحلي والإفريقي خلال الساعات القادمة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وهو بالطبع مع بداية الموسم المحلي بنترح السؤال لكل مشاهدي قناة الأهلي من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وجاوبون على هذا السؤال توقعاتكم لتشكيل الأهلي مع انطلاقة بطولة الدوري في الموسم الجديد الرؤية الفنية كل واحد يحط نفسه كأنه المدير الفني ممكن الأهلي يبدأ مباراة الدوري بأي تشكيل الفقرة الأخيرة نعرض كل المشاركات وقدر الإمكان بنحاول نعرض كل أراء الجمهور اللي بالتأكيد بيشرفنا بالمتابعة وبالمشاركة من خلال برنامج التريند لكن سريعا ندخل فيه عنوين حلقة النهاردة في تريند الأهلي الفريل أول يواصل تدريباته استعدادا لانطلاقة الدوري وكمان في تريند الأهلي كاف يعلن عن موعد ومكان السوبر الإفريقي الجمعة القادم أما في التريند العالمي إدانات واسعة لواقعة العنصرية في دور أبطال أوروبا طبعا أحداث مهمة خلال الفترة اللي جاية والحدث الأبرز كان بالأمس الواقع العنصري اللي حدثت فيه مباراة باريس سان جرمان أمام باشك شهير بطل تركيا لكن بالطبع النهاردة استكمال لمباراة الجولة الأخيرة من مباراة الدوري أبطال أوروبا فيه مباراتين الساعة 8 إلى 5 آيكس أمستردام هيلعب مع أطالنطا وميت لاند هيلعب مع ليفربول لكن في نفس التوقيت هيستكمل مباراة باشك شهير التركي مع باريس سان جرمان هذه المباراة اللي توقفت بالأمس فيه الدقيقة السبعة عشر هتستكمل هذه المباراة منذ هذه الدقيقة وتم تغيير طاقم التحكيم بالكامل والنهاردة فيه طاقم تحكيم آخر هيدير هذه المباراة بعد واقعة العنصرية اللي حدثت بالأمس من الحكم الروماني الحكم الرابع سبستيان كوليتسيكو حكم رابع هذه المباراة واللي أصار أزمة كبيرة في الكرة الأوروبية والكرة العالمية لكن الساعة عشرية مساء فيه سبت مباراة فيه توقيت واحد بايرن ميونيخ هيلعب مع الليكوموتيف موسكو ريد دابول سالسبورج في مواجهة مع أتلتكو مدريد الأسباني ريال مدريد أيضاً هيلعب مع بروسيا مونشون جلدباخ الألماني انتر ميلا في مواجهة مع شاختار دونتسيكي الأوكراني منشستر سيتي مع مارسيليا وفي الختام أولومبياكوس اليوناني مع بورتو البرتغالي جولة الأخيرة جولة الحسم لكن بالطبع ننتظر الجديد خلال الساعات القادمة ومعرفة من سيتأهل إلى الأدوار القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل فقرة ترند ترند أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند طيب فقرة ترند ترند زي ما عودناكم خلال الفترات الأخيرة بيبقى عندنا معلومات الحمد لله بيبقى فيها السابق والناس كلها بتعرف الجديد من خلالنا هنا سواء في المشوار المحلي المشوار الإفريقي أخر أخبار النادي الأهلي زي بيناستعد للمرحلة اللي جاي وقدر الإمكان بنحاول يكون فيه مصدقية وبنقول لكم معلومات صحيحة بالنسبة للفترات اللي جاية في ظل أنه فيه بالبالة كتير قوي عبر السوشيال ميديا أول حاجة أنا عايز أشيد بكل الزملاء الصحفيين والمواقع الرياضية خارج مصر تحديدا في تونس والمغرب وأيضا كمان بعد المواقع الرياضية في جنوب إفريقيا اللي مبارح زكرت المصدر الرئيسي اللي زكر فكرة أن برنامج الترند مبارح كان عنده السابق أن مسابقات الإفريقية للأندية الفترة اللي جاية هناك اكتراحات في المكتب التنفيذي بزيادة العوائد المالية والجوائز المالية بالنسبة للفترة اللي جاية خاصة أن الاعتماد المالي في 2020 كان آخر اعتماد مالي للمسابقات الحالية بالجوائز المكتوبة بـ 2.5 مليون دولار بالنسبة لدور الأبطال وـ 1.250 دولار لبطل الكونفدرالية وـ 100 ألف دولار لكأس السوبر الإفريقي وبالتالي بشكرهم على أن هم ذكروا المصدر وأن قناة الأهل وبرنامج الترند كان ليس سبق في هذا الأمر البعض ممكن بعض المواقع بقى في مصر ما بتحبش تقول من المصدر مش مشكلة احنا بيبقى عندنا تفاصيل ما بنقولش كل اللي عندنا بس بتبقى الناس عارفة من البداية مين اللي بيسبق ومين اللي بيقول المعلومة والناس اللي بتتعامل بمهنية بتذكر أن هذا الصبق أو هذا الخبر أو هذا الانفراط كان مين اللي قاله أو ببرنامج اللي سبق وقال هذا الموضوع طيب الناس من المبارح أو على مدار أسبوع مضى كانت بتتكلم على فكرة مباراة السوبر هتتلعب فين بقرا إن شاء الله فيه اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الاجتماع مش هيكون عبر الفيديو كونفرنس أو اجتماع افتراضي لا الاجتماع هيكون بحضور أعضاء المكتب التنفيذي في إحدى الفنادق المطلة على نهر النيل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة حتى هذه اللحظة فيه حوالي أكتر من اثنين أو ثلاث أعضاء مجوش الاجتماع لكن بقرا بشكل كبير هنعرف مين اللي هيكون موجود ومين هيتغيب في هذا الاجتماع الهم جدا اللي هيناقش تفاصيل مهمة بالنسبة للمرحلة اللي جاية أول حاجة هيكون فيه تحديث على مسابقات الأندية الإفريقية بالنسبة للمرحلة اللي جاية تحديث لوائح الانضباط تحديث لوائح المسابقات وأيضا كمان تحديث الميزانية والاعتماد المالي للبطولات الأفريقية هي اكتراحات قد يتم اعتمادها وقد يتم رفضها لكن بقدر الإمكانها بنحاول نقول لكم اللي بيدور في الكواليس خلال الفترة الحالية أيضا كمان هيكون فيه اتفاق على مكان وموعد السوبر الأفريقي موسم عشرين عشرين وموسم عشرين واحد وعشرين وهتكلم معاك عن السوبر الأفريقي وقال لكم اللي بيحصل فيه الساعات الأخيرة والقرار هيكون رايح في أي اتجاه أيضا كمان هيتم فتح باب الاستضافة لاستضافة أو التقدم لأي من الاتحادات الأهلية لاستضافة نهائي دورة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية موسم عشرين واحد وعشرين وعشرين اثنين وعشرين وفتح طلبات التقدم خلال الساعات اللي جاية وكراسات الشروط والشروط المتوافرة بالنسبة للاتحادات اللي عايزة تنظم نهائي دور الأبطال والكونفيدرالية خلال الموسمين القادمين وأيضا كمان اعتماد الميزانية الأخيرة ووضع ميزانية جديدة للموسم الإفريقي القادم بالمناسبة الميزانية اللي هيتم وضعها هيتم وضعها لموسم واحد البعض النهاردة كان بيكتادوا بيقول فيه ميزانية لأربع سنين لا الموسم اللي جاي فقط لأنه فيه انتخابات في مارس القادم في الرباط في المغرب وبالتالي هيكون فيه مجلس مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الافريقي وهناك رئيس جديد للاتحاد الافريقي وبالتالي مش هينفع يعملوا ميزانية أربع خمس سنين وفيه مكتب هيتشكل بعد الانتخابات إن شاء الله في مارس اللي جاي بشكل عام دي التفاصيل المتعلقة باجتماع المكتب التنفيذي والأمور المهمة بالنسبة لكل المشاهدين وما 16 بند تعيين رئيس فخري للكاف الأزمة اللي موجودة مع لاجرديري سبورتس بخصوص عود البس الفضائي كل دي أمور هتتناقش في اجتماع المكتب التنفيذي القادم لكن أهم بند اللي الناس كلها بتنتظر هذا القرار وهذا الإعلان وده قدت قلته في عنوين برنامج الترند وهو متعلق بموعد ومكان السوبر الافريقي طيب هتسمعوا مني كلام بالتواريخ وكلام مؤكد الاتحاد الافريقي يوم 20 نوفمبر أعلم في بيان رسمي أن السوبر الافريقي هينظم في مصر خلال الفترة اللي جاي ويوم 29 نوفمبر في بيان أو في خطاب رسمي جاء من الاتحاد القطري لقرة القدم للاتحاد الافريقي وتم إرساله لجنة الأندية بيخترهم فيه أن الاتحاد القطري لن يستطيع تنظيم السوبر الافريقي خلال العام الحالي بسبب إجراءات فيروس كورونا وعدم وجود عائد تسويقي من تنظيم هذه المباراة وبالتالي بيعتذر عن تنظيم هذا الحدث في حين أنه يتم الاتفاق والتواصل بخصوص السوبر الافريقي العامين القادمين البعض بيجتهد وشايف أن السوبر الافريقي متبق فيه عام واحد في الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري لا تبقى لهذا الخطاب باقي بطولتين سوبر في الدوحة خلال الفترة اللي جاية بهذه البطولة لكن هذه البطولة الاتحاد الافريقي أعلن من 20 نوفمبر في بيان إعلامي أن البطولة هتتنظم في مصر طيب لجنة الأندية طلعت توصية المكتب التنفيذي قد يعتمدها غدا أو قد يختار تاريخ جديد وهي التوصية متعلقة 18 ديسمبر إقامة السوبر الافريقي في مصر بالمناسبة تبقى للأجندة اللي أعلنها الاتحاد الافريقي هذا المواد هو الموعد الوحيد المتاح لاستضافة السوبر الافريقي يوم 18 ديسمبر في مصر لكن هناك أنباء أخرى وتفاصيل أخرى بيتكلموا أنه ممكن يكون فيه اقتراح أن الدوحة تطلب الاستضافة من جديد ولكن في أواخر يناير قبل كاس العالم للأندية بشكل عام خلال 24 ساعة بكتير الأمور كلها تتضح بشكل رسم لكن تبقى للأوراق الرسمية حتى هذه اللحظة السوبر الافريقي في مصر يوم 18 كتوصية وننتظر الاعتماد الرسمي في ثلاث ثواني ليحة السوبر الافريقي بتقول أن البطولة هتتنظم في ملعب دور الأبطال وإذا تعذر ممكن تنظم في ملعب بطل الكنفدرالية لكن صاحب القرار الرسمي والأخير هو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم أخرج لفاصل وبعد الفاصل ندخل بقى أكتر في ترند الأهلي ونتابع الاستعدادات وتدريب الأهلي استعدادا لمباراة مصر المقص أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الأهلي ترند الأهلي المراضي مش هنبدأ بالمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا هنروح مباشرة إلى ملعب مختار التيتش بجزيرة عشان نتطمن على استعدادات الفريق لمباراة مصر المقصة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي مساء الخير يا فاروق مساء النور عليك يا محمد كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طيب طبعا واضح قدامي أن الخلاص التدريب انتهى منذ لحظات حالة الفريق النهاردة بروجرام التمرين النهاردة بيتسو مسماني اشتغل النهاردة بأي شكل داك الملعب مختار التيتش كمان الجاهزية طبعا القائمة كلها بتستعد للمباراة القادمة نقدرون عنوان كمان الأهلي بيهزم الكورونا وبيستعد بكامل صفوفه لانطلاقة الدور إن شاء الله يعني خلينا أخذ من كلامك يا محمد أنت لخصت وأنجزت فأوجزت يعني ما شاء الله أنت قدرت أن تتلخص كل أمور الخاصة بالمران النهاردة يعني خلينا أقولك أنت تعرف خلاص إحنا في النادي الأهلي بعملية تجديد الدوافع بتقفل بطولة بتفتح بطولة جديدة خلاص إحنا أفننا يعني فرحة الدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر خلاص بدأنا الاستعداد لدوري وملاقات فريق مصر المقصة والأحد القادم على أستاد الأهلي والسلام أعرف أمحمد طبعا المستر بيتسو موسيماني والكابتن سعد عبد الحفيز اجتمعهم مع اللعبين وعملية تجديد الدوافع وأننا جدد الدافع الجديد للعبين تعرف النادي الأهلي قادر النادي الأهلي دايما نحن نقول النادي الأهلي بتقفل صفح بطولة تاني يوم بتبدأ تفكر في بطولة تانية الفريق النهاردة طبعا بيستأنف تدريباته حالة الجهزية طبعا زيما تتكلمت يا محمد النادي الأهلي واللعبين بيتمتع بحالة من الجهزية في الفترة الأخيرة نقول يعني ما شاء الله أيضا عودة اللعبين من اللي كان صابت بعض اللعبين بالكورونا وكوفيد 19 عودة وليد سليمان وعودة ديانج وعودة أحمد ياسر ريان أيضا النهاردة كان الظهور الأول الرسمي لأحمد رمضان بيكهم في ملعب التيتش النهاردة وأول مران لي مع النادي الأهلي طبعا محمد أنت عارف أن أحمد رمضان بيكهم عقب إعلان التعاقد النادي الأهلي مع أحمد رمضان بيكهم أعلن إصابته بفيروس كورونا رجع النهاردة وأدى المران ويعني من الحاجات الفنية لمستر بيتسو موسيماني مع بيكهم النهاردة كان بيجرب بيكهم فيه مركز الظهير الأيمن يعني بعض النقاط الفنية يعني وقت التطرق لها نتكلم فيها مع بعض أطمنك أيضا على حسين الشحات وطهر محمد طهر حسين الشحات كان يعني كان فضل الجاز يريحه وهو وطهر محمد طهر عاقب المباراة الأخيرة النهاردة حسين الشحات بيستقنف في المران ويشارك في التدريب الجماعي أيضا اللعب طهر محمد طهر اللي ظهر بصورة أكثر من رائعة وبمناسبة طهر قبل انطلاق المران يا محمد ده كان في حديث مطول ما بين مستر بيتسو موسيماني وطهر محمد طهر في وجود مسيم ومحلل الأداء يعني عايز أقول لك وإحنا وقفين كده يعني لغة الإشارة طيب يبدو ان احنا فقدنا الزميل العزيزة فاروق صلاح ممكن هيكون معنا إذا كان جيز خلال لحظات عشان نشوف أخبار التمرير لكن فاروق قال كلام مهم جدا متعلق بالجهزية الفنية وأكتر من اللاعب يقدر يشارك في أكتر من مركز أحمد ربضان بكهم من اللعيبة اللي تقدر تشارك في مركز ظهر الأيمن تقدر تكون موجودة معاك في مركز المساك لعيب محوري لعيب كمان مش غريب عن النادي الآهلي هو ابن النادي الآهلي تربى وكان تواجد في قطاع الناشئين على مدار سنوات طويلة وعودته للقلع الحامراء من جديد مش هتكون غريبة عليه هيتأقلم بسرعة هيدخل في الصفوف بسرعة طيب نروح بسرعة لفاروق صلاح زي منا من ملعبة تتش تفضل يا فاروق كنت محمد بكلمك على طاهر محمد طاهر والجلسة المطولة بين مستر بيتسو موسيماني وطاهر محمد طاهر في وجود موسيقى محل الأداء يعني زي ما قلتلك يا محمد أنت عارف لغة الكهورة ولغات الإشارات بتبان مستر بيتسو موسيماني كان بيشرح على الصبورة أو الخريطة الملعب لطاهر محمد طاهر بعض التحركات اللي بيطلبها من طاهر محمد طاهر سواء في الدخول لعمق الملعب أو اللعبة على الأطراف يعني خد وقت مستر بيتسو موسيماني في شرح بعض الأمور مع طاهر محمد طاهر وأنا عايز أقول لك أن مستر بيتسو موسيماني بيدي اهتمام لكل اللعبين وخاصة أن طاهر محمد طاهر أنه يتكلم أنه واحد من الصفقات المهمة جدا للنادي الأهلي ويكون من العناصر الفعالة ثم عقب جلسة مستر بيتسو موسيماني مع طاهر محمد طاهر اجتمع مع اللعبين في وجود الكابتن سيد عبد الحفيز وأفراد الجازي الفني في متصف الملعب يتكلم طبعا محمد مع اللعبين على زي عملية تجديد الدوافع وأن جمهور النادي الأهلي طبعا بيطالب مننا تركيز في المرحلة القادمة مرحلة بداية الدوري ودايما البدايات بتسهل عليك عملية الاقتناص وإحراز البطولة تركيز على مباراة مصر المقصة خاصة أن فري مصر المقصة واحد من الفرق اللي دايما بتجيه دللعب أمام النادي الأهلي ومعاه مدير فني محترم هو الكابتن إيهاب جلال تركيز على بطولة الدوري أبطال إفريقيا أيضا ومباراة البطل النيجر إن شاء الله يعني انطلق المران مستر بيتسو موسماني في نقاط فنية يا محمد يعني طبعا بيعني مشان نتطرق لهذا الأمر آه بالضبط يا محمد يعني ممكن نقول محمد شريف كان بيجربه طبعا في مركز رأس الحربة كان مهاجم صريح محمد شريف النهاردة مران أكثر من رائع من محمد شريف زي ملتلك أحمد رمضان بي كان في مركز الزهير الأيمن النقاط الثانية المهمة يا محمد معدل الانسجام اللي ما بين بدر بنون وأيمن أشرف يعني دي من النقاط المهمة جدا أن بدر بنون تحس أن رجلي تقيلة في الملعب ما تحسوش طبعا زي ما قلنا قبل كده أنه غريب على النادر أهلي ولا فريق النادر أهلي في معدلات انسجام أكثر من رائع ما بينه ما بين محمد أيمان أشرف وأيضا علي معلول أو محمد هاني زي ما قلنا أن بدر بنون دخل دخل بسرعة لبدر بنون لعيد خبرة فاز بالكونفيدرالية وفاز بالصبر الإفريخي ولعيد منتخب المغرب لكن أعايز سألك على فكرة التحضير لمباراة المقصة وأيضا كمان التنصيق قبل مباراة النيجر أنت عندك رحلة إلى النيجر مباراة ممكن تكون يوم 22 أو 23 من نهاية هذا الشهر يعني أكلمك على رحلة النيجر يا محمد كان لها كلام وحديث مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بن نادر ألي قال أنه تم التواصل مع سفير جمهورية مصر العربية بالنيجر أستاذ نبيل ميكي من أجل التنسيق للسفرية والوقوف على كل الترتيبات الخاصة بهذه برحلة السفر لكن الأهلي في انتظار وصول خطاب رسمي بتحديد معاد اللقاء هل يوم 22 أو 23 وأيضا يعني الأهلي عايز تفرج على بعض اللقاءات أو المباراة الخاصة ببطل النيجر من النقاط المهمة جدا برضو يا محمد يعني عايز أطمنك على كريم ندفد يعني كان لي حديث مع طبيب النادي الآلي دكتور أسامة مصطفى وأنا من خلالك ومن خلال قناة النادي الآلي بقولك أن كريم ندفد مطلع شهر يناير القادم يعني أنت بتتكلم في ثلاث أسابيع أو بالكتير شهر كريم ندفد هيكون موجود في المران الجماعي للنادي الآلي دي من الأخبار الصارة لجماعي النادي الآلي طبعا كريم ندفد واحد من العيبة المهمة للنادي الآلي وإن شاء الله يرجع بألف سلامة يعني خلاص أنا بقولك أن كريم ندفد بإذن الله خلاص ثلاث أسابيع أو شهر بكتير أو هيكون موجود في التدريب الجماعي أيضا محمد محمود يعني حاولنا أن نتابع على مراحل التأهيل الخاصة بمحمد محمود محمد محمود بيصير في مرحلة التأهيل الأخيرة وإن شاء الله خلال الفترة القادمة يعني بتكلم برضو شهر ونصف شهرين هيكون موجود عايزة أمنك أيضا على جونيور أجاية النهاردة جونيور أجاية أجاية محمد يعني فيه فحص طبي بيتم الأجاية يعني كان فيه جلسة علاقة طبيعي وفيه فحص طبي بيتم الجونيور أجاية عقب الفحص الطبي إن شاء الله يتحدد إن شاء الله عودة جونيور أجاية للملاب أو فترة غياب الجونيور أجاية دي كانت يا محمد كل التفاصيل كل الأمور الخاصة بتدريب ومران الندالة واستعداده لملاقات فريق مصر المقصف داخل ملعب مختارة تش آخر حاجة يا فاروق طبعا مش هتكلم معك في تفاصيلها بس هننتظر يوم المباراة بقى الزي الجديد والتيشيرت الجديد للنادي الآلي هيبقى مفاجأة لكل المشاهدين إن شاء الله مع انطلاقة الدور العام يعني هقولك محمد النهاردة كان بيتمب بالفعل يعني اللعبة النادي الآلي بالتيشيرت الجديد طبعا تعرف مقفولة عليها يعني ومفروض عليها يعني طاق من السرية من جانب مسؤولي للنادي الآلي كان النهاردة يعني الفوتو سيشل اللعبين الخاص بي الخمصان الجديدة لهذا الموزم إن شاء الله تكون يعني الجماهيرة هتشوف خلال المباراة القادمة بمشيئة الله إن شاء الله زميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الآلي كان معانا على الهواء مباشرة من ملعب مختار التيتش طمنا بشكل كبير على حالة الفريق التدريبات الاستعدادات لمباراة المقصة والتنصيخ لمباراة بطل النيجر في مستهل حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي دوري الأبطال أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند الأهلا أنا أستعرض مع حضراتكم المحتوى اللي موجودة عبر السوشيال ميديا واللي تكتب عن الأهلا خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض من الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك كتبوا الأهل يهزم كورونا ويستعيد جميع لعبيه قبل مواجهة المقصة في انطلاقة الدورة أماننا طبعا أبرز خمس لعبين كانوا تعرضوا لإصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة قهربة ديانج وليد سليمان أيضا أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام كان أيضا صالح جمعة قبل ما ينتقل إلى السيراميكا كيليا وبطرة لكن طبعا آخر اللاعبين اللي تم يعني استعادتهم للتدريبات بعد شفاهم من فيروس كورونا كان أحمد رمضان بيكهام خلال الساعات الأخيرة والنهاردة انتظم في التدريبات طيب كمان صفحة سوبر كورا صفحة سوبر كورا كتبت على الفيسبوك بيكهام يشارك في تدريبات الأهل اليوم بعد تعافي من فيروس كورونا أحمد رمضان بيكهام كلنا عارفين أنه كان آخر اللاعبين اللي طبعا يعني شفيا من هذا الفيروس اللعين لكن الحمد لله كله تمثل الشفاة وأصبحت القائمة كاملة تحت رؤية بيتسو موسيماني وهو العنوان الرئيس بصراحة لهذه الفترة الأهل يهزم الكورونا قبل انطلاق الدوري الجديد كمان معنا من بوابة الأهرام حساب الأهرام على تويتر جلسة تصوير للاعب الأهل بالقميص الجديد طبعا كنت أتكلم مع الزميل العزيز فاروق صلاح في هذه الجزئية والنهاردة كان فيه فوتو سيشن معمول لكل اللاعبين بالتيشرت والقمصان الجديدة بالنسبة للموسيم الجديد وهيكون إن شاء الله مفاجأة لكل الجماهير مع انطلاق السيزن الجديد وبطولة الدوري يوم الأحد القادم طيب صفحة الوطن سبورت أيضا كمان على تويتر كتبوا أزمة في قميص الأهل بسبب نجمة طبعا في تصريح للأستاذ وليد حسن نائب رئيس الشركة المسؤول عن الملابس الرضاية وقال الأهل استلم الملابس الجديدة الخاصة بالموسيم الجديد ولكن بدون النجمة التسعى موضحا أن النادي ينتظر موافقة الاتحاد الأفريقي على إضافة النجمة التسعى بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا الأهل حصل بالفعل على لقب لك الحقوق التسوقية بتستلزم بعض الموافقات وحصول النادي الأهلي على موافقة رسمية وطبعا ده هيحصل خلال الوقت القريب بالمناسبة أنت عشان تحضر إلى التي شيرت والقمصان المتعلقة بالموسيم الجديد أنت بتبقى عامل هذه الإجراءات من شهر 2 أو شهر 3 اللي فات عشان تبدأ الشركة تشتغل على التصنيع والاستراض والأهل يستلم هذه الملابس كل الأمور دي بتاخد لها مثلا ما يقرب من حوالي من 4 إلى 5 أشهر كل ده طبعا كان فيه توقف خلاف فيروس كورونا وما كانش فيه سفر ما كانش فيه أي نشاط تجاري حتى خلال الفترات السابقة فكل هذه الأمور بالتأكيد عطلت هذا الأمر بالإطافة كمان ما كانش فيه تيران فكل الأمور دي بتأكيد بتؤخر بشكل كبير والبطولة الإفريقية كمان النهائي كان يوم 27 نوفمبر فكل هذه المواعد بالتأكيد كلها كانت يعني عمل الدربكة لكن المهم الأهل هيبدأ السيزون الجديد بالستايل وبالقمصان الجديدة النجمة التسعة أمر بسيط هتضاف على التيشرت خلال الفترة اللي جاية وده أمر تسويقي أكيد لازم يكون ليه وضع مختلف خلال الفترة الجاية حفلة تسويقية تقدر تجيب مداخيل مالية على هذه النجمة لأن الألقاب دي مش مجرد بطولات أو أرقام أو دولاب محطوط فيه كؤوس وبس لا ده قيمة تسويقية بتجيب ملايين الدولارات على الأندية اللي تقدر تتواجد فيه المركز الأولى مع مصاف الأندية العالمية بنشوف الأهل بينافس الريال على الأقصر تتويجا بالبطولات القرية كمان بنكمل مع بعضه من سبورت 360 مصرية على تويتر كتبوا موعد ظهور النادي الأهل بالقميص الجديد الكل بلا استثناء مهتم جدا بهذا الأمر عشان كده أنا حتى بختم المداخلة مع أزمنا فروس راح سألته على هذه الجزئية لأن الكل مع بداية أي موسم وفرقة كبيرة زي فرقة الأهل بيبقى البعض منتظر يشوف الديزاين والستايل للتيشرت الجديد لفريق النادي الأهل وإن شاء الله البداية هتكون مع مباراة مصر المقصة في الدوري العام حساب الجمهورية أولاين على تويتر كتبوا تعرف على طلب الأهلي من الجبلية قبل مونديال الأندية ركزوا معايا في الكلام اللي جاي ده لكلام مهم جدا هو متعلق بقى بفترة القيد الشتوي فترة القيد الشتوي للأسف وانا بقول للأسف ما بين قصين اتحاد الكرة لما عمل منشور القيد وده كانت أزمة في القيد الأولاني والحمد لله لما تكلمنا عن الموضوع ده اتحاد الكرة تدخل وحل الأمر لكن المرة التانية في موعد للقيد الشتوي في المنشور اللي اتبعت للأندية وده موجود على سيستم التين اس إن القيد من 15 فبراير ل 15 مارس هذا الموعد غير مناسب لأسباب كثيرة أولا لن يتزامن مع موعد القيد الإفريقية اللي هتكون في الفترة من 10 يناير ل 31 يناير لن يتزامن مع موعد كأس العالم للأندية لأن كأس العالم للأندية في موعد مبدأي لإرسال القيمة في الإسبوع الأول من شهر يناير فعشان تبعت القيمة في الإسبوع الأول من شهر يناير انت ما عندكش القيد في يناير فهتضطر تبعت القيمة الأولية اللي انت جهزتها الفترة الحالية عشان تلعب بها كأس العالم للأندية شفتوا الأزمة والمشكلة فيه نتيجة أن اتحاد الكورة خد قرار وحط القيد الشتوي في فترة بعيدة عن الترانسفير وعن موعد القيد سواء للاتحاد الإفريقي أو حتى لبطولات كأس العالم الأندية الفترة الجاي أزمة كبيرة لكن نتمنى أن اتحاد الكورة قبل ما ندخل على يناير 2021 يكون خد قرار وأرسل للاتحاد الدولي وعدل موعد القيد لأن تعديل موعد القيد في فترة يناير هيسمح لك أنك تضيف صفقات جديدة للقائمة الإفريقية وأيضا كمان تحضر القائمة المبدئية اللي رايحة كأس العالم في قطر 2021 وانت بصفقاتك جديدة اللي هتضمها في شهر يناير القادم أي حاجة هتحصل غير كده هتبعت القائمة اللي انت خلصتها دلوقتي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل أكتر كمان مع ترند الأهلي وبرنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد ونروح بقى للترند العالمي طبعا الترند العالمي كله بيتكلم من المباراة على الأحداث اللي حدثت في مباراة باشك شهير مع باريس سان جرمان والعنصرية اللي كانت موجودة في مباراة الأمس من الحاكم الرابع طيب الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القادم الويفا أعلن من خلال صفحته الرسمية على تويتر أسفه لما حدث أمس في مباراة باريس سان جرمان وباشك شهير بدور أبطال أوروبا لتوقفت بسبب توجيه الحاكم الرابع الروماني سباستيان كوليتسيكو بطبعا يعني عبارات عنصرية تجاه المدرب المساعد للفريق التركي تم تأجيل المباراة لتلعب مساء اليوم من وقت صفرة الحاكم توقف المباراة في ديال 17 والويفا من خلال التغريدة على تويتر أعلن أنها هيكون فيه تحقيق شامل بخصوص طبعا التمييز والعنصرية اللي حدث في هذه المباراة وأنه بيرفض بكل الأحوال وبأي شكل من الأشكال طبعا العنصرية اللي تمت وقرة القدم في النهاية الشعار الرسمي بتاعها الاحترام وده موجود على التيشرت لكل اللاعبين وحتى لعبي باريس سان جرمان مبارا كان فيه لقطة مضيئة أنهم أيضا كمان رفضوا هذا التصرف من الحاكم الرابع وعلى هذا الأساس الاتحاد الأوروبي غير طاقم التحكيم بالكامل والنهاردة هيدير المباراة طاقم تحكيم آخر في هذه المباراة طيب الحساب الرسمي لفريق باشق شهير من خلال تويتر قالوا أنه تم تجميد قرار الحاكم الرابع بطرد بيرو يوبي المدرب المساعد وسيكون متواجد اليوم على مقاعد البودلاء طبعا في المباراة النهاردة أكيد طبعا يعني الأزمة كلها كانت في الحديث ما بين الحاكم الرابع الروماني مع المدرب المساعد للفريق التركي وبالتالي لما يطلع قرار من حاكم المباراة أسباب الموضوع كان فيه عنصرية فبالتالي القرار اللي صدر قرار غير منطقي وبالتالي تم إلغاؤه والنهاردة هيكون المدرب المساعد هيكون موجود في هذه المباراة طيب ده جزء كان متعلق بأهم الأنباء اللي كانت موجودة في الترند العالمي والأحداث العالمية طيب نروح لمشاركات الجمهور معنا على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة ومتعلق بتشكيل الأهلي مع انطلاقة بطولة الدوري نبدأ مع بعض عوض نشأة بيقول التشكيل المتوقع من وجهة نظره يبدأ الأهلي بالشناوي معلول أيمن بنون محمد هاني السلية وديانج طاهر أفشا الشحات أحمد ياسر عمر بن دياب بيقول الشناوي هاني بنون أيمن معلول السلية حمدي كهرباء أفشا الشحات ماروان هاني بيقول الشناوي وبدر بنون علي معلول أيمن ومحمد هاني وأيمان أشرف هو كتب أيمن محمد هاني أشرف ماشي أليو ديانج عمر السلية حسين الشحات أفشا طاهر محمد طاهر محمد شريف طيب لسه كمان معنا بعض المشاركات سامير كامل بيقول الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف بدري بنون علي معلول محمد هاني ديانج السلية طاهر ناصر الشحات طريان كريم صابر بيقول محمد الشناوي معلول ياسر إبراهيم أيمن أشرف محمد هاني السلية حمد فتحي قهربة وأفشا والشحات وأحمد ياسر ريان طيب دي توقعات الجمهور ورؤيتهم للانطلاقة بالنسبة للتشكيل المتوقع مع بداية الدوري ومباراة مصر المقص الميزة في هذه التوقعات أن الأهل عنده رؤية وحلول فنية كثيرة وفيه أكتر من لعب ديانج سلية حمد فتحي بنون أيمن أشرف ياسر إبراهيم أحمد ياسر ريام مروان محسن لا فيه توليفة فيه طاهر محمد طاهر فيه قهربة إن شاء الله يكون موسم موفق للنادي الأهلي سواء محليا أو إفريقيا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والختام وبإذن الله أنا ألتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة